جزاية تانية وهنركز بقى مع الاهلي في حلقة النهاردة لان الاهلي خلاص بدأ العمل والاهلي حاليا على فكرة مش في رحلة نزهة ده الاهلي في معسقر شاق جدا في النمسا عشان الموسم اللي جاي ان انا استعرضت بطولاته خلال الفترة اللي جاي كل التفاصيل وكل الكواليس هنرحب من خلال زمننا فاروق صلاح موفد قناة الاهلي اللي موجود حاليا في النمسا عشان نتعرف منه على اخر الاخبار والاجراءات والترتيبات في معسقر الاهلي وده اول لقاء لازمنا فاروق صلاح في برنامج التريند فاروق مسائل فل حمد الله على السلامة الاجواء في اوروبا وفي النمسا كل التفاصيل بالتأكيد من خلالك برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الناد الاهلي في كل مكان اجواء محمد اكثر من ممتازة اجواء اكثر من رائعة من رائعة مع برودة شوية في الطقس يا محمد لكن ان شاء الله الاجواء بالبشر ان شاء الله بداية موسم يكون سعيد ان شاء الله بالزبط يا محمد يعني عايز اقولك ايه لسعة الهوة ولزة الهوة دي بصراحة يعني مفتقدنا شوية نسبة الى مصر لكن الاجواء هنا محمد يعني بطمنك وبطمن كل جماهير الناد الاهلي معسكر ان شاء الله نتمنى اكتمل بالصورة المطوبة والمرجوة بإذن الله ونطلع من المعسكر بدون صابات بإذن الله يا رب وتكون بداية موفقة بإذن الله ونكون بدايتها بإذن الله مع مباراة السوبر بإذن الله محمد بإذن الله طب هبدأ معك والاول كده انت يبدو انك في مقاطعة بعيد عن العاصمة فيينا المكان فين؟ الاجواء اللي انت فيها؟ هل سبق قبل كده لفرق اوروبية اقامة معسكرات في نفس المكان؟ والاخبار اللي عندك بخصوص الفريق اكيد يعني خلينا اقول لك يا محمد احنا في مقاطعة باد تيتزي ماندورف ودي بتبعد عن فيينا بساعة ونصف ودي المكان المخصص دايما لمنتخب النمسا وليه مستر مارسل كولر وافق انه هو يعني اختار هذا المكان وطبعا لصابق توليه قيادة الفنية لمنتخب النمسا كان داني دايما المكان المفضل يعني منتخب النمسا واغلب الفرق في اوروبا بالمناسبة ليفربول كان عمل معسكر اعداد يعني سابق هنا في هذا المنتجع تقدر تقولي محمد في هنا بعض الاجهزة وبعض الامور اللي مش متوفرة في اي مكان سواء في اوروبا او في افريقيا او في الشرق الاوسط تكلم هنا طبعا المنتجع محمد يعني انت عارف ان المحيط يعني بيحيط اللون الاخضر من كل مكان انت عارف ان دايما الامور المميزة للريف الاوروبي هنا تتكلم على خمس ملاعب منهم اربع ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب للنجيل الصناعي بكلامك محمد في رقم يتجاوز اكثر من 30 حمام سباحة اكثر من 20 مغتص تكلم على غرف سونة يعني ارقام بكلامك في ارقام بتتجاوز العشرين والخمسة وعشرين منهم غرف سونة محمد بالبتالج ودي مش موجودة في اوروبا غير في مكانين المكان دا هو واحد من هذه الاماكن طبعا وجود ملاعب لبعض الانشطة الترفيهية تقدر تتكلم محمد ان المكان دا في كل الامور اللي يحتاجها الجهاز الفني او منظومة النادي الاهلي في بداية فترة الاعداد خاصة في الشق البدني من اللي هنا عني تاتسين اندوية يتفقد كافة الامور مفيش حاجة يحتاجها برا يعني الاجهزة الطبية الامور الخاصة بالنواحي البدانية النادي الاهلي موجودة هنا ايضا الدكتور تامر ابو العنين رئيس الجهاز الطبي كافة الامور اللي تحتاجها فيه proceedشفى الخاص باللعبين متوفرة هنا في هذا المكان اختيار موفق جدا جدا يا محمد لمجلس إدارة النادي الأهلي اختار موفق جدا للتطاقم الإداري في النادي الأهلي زي أقول لك السرعة اللي تم إنهاء فيها كافة الأمور التأشيرات الأمور دي كلها أمره طبعا بيحسب لي المسؤولي للنادي الأهلي والجهاز الإداري في النادي الأهلي ممثل طبعا فيه الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عادي طيب فاروق أسألك على موضوع الإصابات لأننا عارف لسه الأهلي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقينا كده 3-4 لعيبة الخبير النمساوي يعني التقيت أنت بدكتور تامر النهاردة رئيس الجهاز الطبي عايز عرف أبرز كلامه طمينك على حالة اللعيبة خالد عبد الفتاح كمان يعني محمد خليني يعني ناخد المواقف ده أو الملف ده بكده يعني بتفاصيل مهمة جدا طبعا لك اللي ألقاء مع الدكتور تامر عبو العنين رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي خلينا أقول لك اللي بدأ تحضيره وإعداده لهذا المعسكر بدءا من القياسات البدنية طبعا اللي تم إجراءها للفريق في الملعب اللي تيتش واللي يعني أقول لك بنتائج مبهرة جدا اندلت يا محمد بتدل على أمر مهم جدا بتدل إن احنا ماشيين صح اللي انت بتبني على الأمر اللي كان موجود وأعتقد إن الحالة البدنية اللي كان عليها العبل النادي الأهلي لجانب بعض الأمور الطبية سهلك كتير جدا عليك في موضوع القياسات نبدأ يا محمد بالأمر الخاص بأكرم توفيق وي كريم وفؤاد خلينا أقول لك إن غدا بمشيئة الله هيتم عرض أكرم توفيق وي كريم وفؤاد على الطبيب فنك الطبيب النمساوي اللي كان أجرى ليهم جرحة الروباط الصليبي دكتور تامر أبو العنين عايز تطمي منه على كافة الأمور قبل طبعا ما اللعبة تاخد بقى يعني كريم وأكرم بياخدوا جزء من المراني للجماعي لكن عشان أقدر أدي لك اللعبة خلاص جاهز دي المشاركة رسميا خلينا أكد لك إن هذا الأمر إن شاء الله كريم وأكرم هيكونوا جاهزين للمشاركة الرسمية طبق غدا إن شاء الله يكون في فحص 100 من الدكتور فنك عايز نتكلم نقطة تانية محمد على طاهر محمد طاهر ياسر إبراهيم طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم يعني أقول لك إن دهاردة موجودين في المران الجماعي للنادي أليه بالأمس كانوا موجودين أيضا في التدريب للجماعي للنادي أليه بطمينك ما فيش أي مشكلة خلاص بالنسبة لياسر إبراهيم أو بالنسبة لطاهر محمد طاهر طاهر النهاردة التمرين بالكامل يعني بالأمس أيضا طاهر ياسر إبراهيم قدوا التمرين بصورة كاملة فيش أي مشكلة يعني لو فيه ماتشن لبكرة تقدر تقول لي إن طاهر أو ياسر إبراهيم إن شاء الله يكونوا موجودين مع الفريق النادي الآلي للمشاركة من اللحظة أنا بكلمك فيها بالنسبة لعمر السولية طبعا الدكتور تامر أبو العنين بالنسبة لعمر السولية دكتور تامر أبو العنين وضح لنا إن طبعا فيه بعض الألام وفيه العضلة الخلفية لكن اللعب يعني بدأ بالبرنامج التأهيل بتاعه من الأمس والنهاردة كان فيه جزء من البرنامج التأهيل لعمر السولية أطمنك عليه إن شاء الله عمر السولية يعني ماشي بخطة ممتازة جدا فيه البرنامج التأهيل بالنسبة له ويكون جاهز إن شاء الله للدخول فيه المران الجماعي للنادي خلد عبد الفتاح بطمنك إنه أيضا شارك في المران الجماعي للأمس واليوم فبأكد لك جهزيته جهزيته أيضا دي كلها يعني تقدر أبرز الأمور الطبية اللي بنتكلم عليها الخاصة بالفريق اللي طمننا من خلالها وطمننا من خلال الدكتور تامر أبو العينين على هذه الأمور وأيضا على القياسات الطبية اللي تم إجراها للعبين طيب خالد عبد الفتاح يا فاروق يعني انت معنا كلامك كده إن ممكن ممكن يكون جاهز لمطش السوبر الإفريقي رغم الناس كانت شايفة إن ممكن خالد أصلا مايرجعش للمطشاط أو التدريبات إلا على أول عشرة لأ خليني يا محمد أأكدلك يعني بصورة قاطعة خالد عبد الفتاح جيز لمشاركة فيه مبارات السوبر الفريقي أأكد لك هذا الأمر بالضبط يا محمد خليني أأكدلك إن خالد عبد الفتاح شارك بصورة كاملة يعني تعرف محمد بداية فترة الإعداد تعرف يعني بتحتمل على كثير من الجوانب البدنية في أحمال كتير جدا نهاردة خالد عبد الفتاح بظهر بصورة كاملة جدا مهمة جدا من الأمور المهمة جدا الحالة اللي احنا شايفين على اللاعبين يا محمد لكن انا بطمينك وبأكد لك على جازية خالد عبدالفتاح ان شاء الله جاز لمبارات السوبر الافريقي طيب التدريبات صباحية ومسائية يوميا والمبارات اللي وديها القولة امتى ومع مين بالضبط يعني بالضبط يا محمد خليني اكد لك ان يعني بالنسبة للتدريبات الفريق بالامس ادى مرون الاول في النمسا خلاص بدأنا من اليوم بقى التدريب على فترتين فترة صباحية بتتمامش ساعة العشرة والنصف ثم الفترة المسائية بتكون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت النمسا السادسة بتوقيت القاهرة لاننا لمستو محمد من انبارح والنهاردة عايز اتكلم على ريد سليم يعني ريد سليم يعني من اللي احنا شايفينه في التدريبات ان شاء الله محمد اتوقع يكون واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها في الفترة الاخيرة سريعا دخل في الاجواب وهنا محمد بتكلم على دور كباته النادي الاهلي بتكلم على الشناوي على الرامر ربيع العامرة السولية تتكلم أيضا على دور عالم علول يعني عالم علول دايما اللعبة اللي جاء من شوال إفريقيا بيكون حلقة وصل كبيرة جدا وبيسهل هذه الأمور ده سليم بشوفه في التدريبات ظاهر بصورة أكثر من ممتازة أيضا بأكد لك على جهزات طبعا إمام عشور اللعبة اللي هي المنضمة حديثة يا محمد لعبة بتظهر بشكل مميز جدا أيضا تتكلم على أفشة يعني الأطاقة واحد من اللعبة اللي إن شاء الله يكون ليه موسم ومهم جدا كهرباء بكلمك على يسر إبراهيم بتتكلم على محمد عبد المنعم على كافة اللعبين علي معلول محمد هاني كريم فؤاد وأكرم توفيق مروان وديانج برستاو كافة اللعبين يا محمد بأكد لك إن شاء الله اللي احنا لمسينه من اللعبين في جدية لعبة خلاص نسية الموسم الماضي نسية الخمس بطولات لا احنا عايزين بطولات الحفاظ عليهم يبقى صعب جدا وعندنا معترك أفريقي طبعا هنطلق اللي هي مباراة أو دوري السوبر الأفريقي طيب مباراة وديية آخر سؤالي فاروق اتحدد معادها إمتى ولا لسه وهل في أكتر من مباراة يعني خليني يا محمد أحسن لك إن هذا الأمر ممكن أنها تبقى فيه مباراة يعني المباراة وحيدة حتى الآن يعني تم الاستقرار عليها من المنتظر يعني هيتم تحديدها غالبا ممكن تكون يوم خمسة تسعة لكن هذه الأمور في بعض الأمور طبعا بيتم المناقشاتها خلال هذه الساعات القادمة هل من الممكن يكون فيه مباراة تانية وديية أو لا دي تقدر تقول يعني الأمور اللي حتى الآن يعني بيتم الاستقرار عليها لكن تقدر تقول إن فيه مباراة دي تم الاستقرار على هذه المباراة هل هيكون فيه مباراة تانية أو لا ده اللي هيظهر خلال يعني الـ 24 ساعات القادمة بإذن الله تحياتي ليك يا فاروق بشكرك بشكر عويضة كمان على الشغل اللي موجود في النمسا بصراحة أنتم السايبين أي هفة أو أي لقطة كل إحنا عايشين معاكم في قلب المعسكر فنتمنى لكم التوفيق بإذن الله والأيام القادمة أكيد هيكون عندك مستجدات وتفاصيل أكتر شكرا لك كازي منا فاروق صلاح وفتقالات النادي الأهلي حاليا في النمسا مع معسكر الفريق دي كانت أخبار مهمة وتفاصيل مهمة من معسكر الأهلي في النمسا